الواحد بيبقى في حاله عزيزي وكافي خير وشره ومالوش دعوه في حد وقاعد في حاله وتيجي واحدة ست عمالة تلقح عليك بالكلام والناس كالت دماغ أمي كل شوية رضي علي رضي علي الرسال كلها انفجر ولكن انا هعمل عقلي بعقلها وهرد عليها حرمى سعران أولا ايه العنوان ده الجزائري علي سعيد معيني انا اتشرف ان اكون جزائري تونسي مغربي ابن اي دولة عربية زدني شرف وعلى راسي من فوق ولكن واضح جدا ان الاختي موحة ما انا مش قادرة حد الجنسك والله العظيم انا مش عارف انت معانا ولا معاهم ولا محسوب على مين ولا انت جنسك بين البنين لان التصرفات دي ميعملاش رجالة انت لا تدل ان انت من الصعيد ولا اي حاجة جزمة اي واحد صعيدي برقب والله العظيم برقب ورقبت اهلك بالمناسبة لان هما معرفيش ربوك ولكن الاختي موحة دي توضح ان هي بتستغل الازمة ما بين الجزائر والمغرب وبيدعي في صلاته ان يا رب الازمة ما تتحل لان لو الازمة تحلت ضاع المحتوى وضاعة المشاهدات وضاع كل حاجة الحاجة الوحيدة اللي هي تهمه في الموضوع ده كله يا شعب المغرب الفيديو ده وصل عنده مليون مشاهدة انا عايز الفيديو ده يوصل خمسة مليون مشاهدة انا بالنسبة لي فخور جدا من بعض المغربة والجزارين اللي فاهمين الشخصية دي على الحياة والله العظيم انا اتضمت من الرسائل الناس عمالة تحلل الشخصية دي وفاهمه هو عايز يوصل لايه وايه الغرض من المحتوى اللي هو عايز ينشره حتى المصريين ما سلمناش برضو من الفتنة اللي عايز ينشرها فيه المحتوى بتاعه لان لما حصل حريق في الكنيسة اللي اخت موحة بتصلي فيها ما طلعش قال كلمتين يحاول يهد بيهم الاجواء لا ده طلع في بس مباشر علشان يوصل للناس ان المسلمين هم اللي ورا الحريق وتأخروا وغبالك والمطافة تأخرت وقعد هلفت بكلام كتير علشان يعمل ازمة بيننا احنا كمسلمين وبينهم هم كمسيحيين انا موحة ولاد عمي ماتوا ابونا عبد المسيح ابونا مات عارفين ليه؟ بسبب الاهمال تمان اللي ما عرفش الشخصية دي فهو ما كانش بيتكلم على المغرب ولا كان بيجيب سيرة المغرب ولا كان يعرف ان المغرب متواجدة معنا في قرة افريقيا كان كل كلامه من فترة قصيرة مش بعيدة ولا اي حاجة كان كل كلامه على الجزائر ليل ونهار ابتدى يعمل فيديوهين في اليوم على الجزائر بعد كده تقريبا الدكتور بتاعه قال له لا تعمل ثلاث فيديوهات على الجزائر يوميا فيديوهين قبل الاكل وفيديو بعد العشاء ان شاء الله لحد ما الجزائرين زهقوا منه ودخلوا قالوا له انت بتقلد علي سعيد انت مالك ومال علي سعيد طب علي سعيد على اقل احنا اتعرفنا عليه عن طريق الصدفة انت ليل ونهار عمال تنبح علينا وتتكلم علينا اختينا يا سيد شام تقليل في الجزائر ايه هيؤدي كده الجزائر وجعاكم انا قلت ان الكله ضد الجزائر انا عايز اوصل رسالة مهمة جدا جدا لمنتخب الجزائر والشعب الجزائر الشقيق اتمنى كل اللي يشوف الفيديو ده يوصلوا لغيره واتمنى الرسالة تظهر بقوة للجزائر هنا ساقفوا قليلا احتراما وتقديرا وحبا لمنتخب الجزائر الشقيق وون تو سيري فيفا جيري وان تو سيري فيفا جيري ايوه زي ما انت شفت كده الراجل كان ليل ونهار بيتكلم على الجزائر ومبارح تقريبا منزل لصورة وانا ورا الخطوط الجوية الجزائرية عشان مسافر مفروض ان انا مسافر في طيران جزائري فعادي بتصور يعني وهو قاعد في البيت ماسك العلم بتاع الجزائر ده عادي ودايما كان بيكتب كومنتي في لايفاته انا عارف ان اخواتي المغربة هيقولوا كومنتي ده بتاعنا او لكن لا ده اول من كتبوا على صفحته كان دايما بيعمل الفيديو ويكتب كومنت محدش هيقدر يفرقني بيني وبين الجمهور الجزائري محدش هيقدر يمنعني من حبي بيني وبين الجمهور الجزائري والله العظيم زي ما بقولك كده ودلوقتي جاي يقولك ان انا قاعد في الجزائر ومش عارفه بتاعه انا زورت الجزائر 18 يوم قضيت 18 يوم كلهم كانوا في سياحة وبعد كده روحت زورت تونس ومن قبل الجزائر وتونس روحت زورت دبي وكله بدرهني كل بفلوسي مش مستني بقى حد من المغرب يبعتلي تمن التذكرة ويبعتلي الاقامة واعد المح كل شوية في فيديوهاتي وفي لايفاتي انا نفسي اروح المغرب بس الظروح اما فيما يخص اخواتنا المغربة ففي مثل بيقول العتاب على قد المحب انا لطلعت غلط في شعب المغرب ولا جمهور المغرب ولا اي حاجة انا شفت المباراة بتاعة اوكلاند سيتي والمباراة بتاعة سياتل ولقيت جمهور مغربي غفير وهبالك وكنت متوقع كده في مباراة ريال مدري ده معناه ان لو الجمهور مغربي يا علي شجع الاهل الاهل كان هيكسب لا كنا نخسر كنا نخسر مفيش مشكلة ولكن لقيت الصحف ولقيت الاخبار قبل المباراة ما تبدأ قالك ده يبقى فيه دخلة للنادي الاهلي وهيبقى فيه تيفو كبير للنادي الاهلي وهبالك شفت الكلام ده فيه مباراة اوكلاند سيتي ومباراة سياتل وطلعت بالمناسبة عشان الاخت اللي طلعت برضو في الفيديو قالتلك هو ليه ما طلعتش شكر وما طلعتش اتكلم وبتاع ده انا شكرت في فيديو 9 دقائق عبارة اني بشكر الجمهور المغربي على الاستقبال بالمناسبة الفيديو موجود الفيديو ما تمسحش انزل 3 فيديوهات هتلاقيهم هتلاقيني وانا بذكر الجمهور المغربي في مباراة اوكلاند والجمهور المغربي في مباراة سياتل ودي حاجة احنا ما نقدرش يعني ننكرها وكمان شكرت على التنظيم المشرف وعلى حفل الافتتاح وكل حاجة انا قلتها ولكن الراجل علشان يطلعني وحش قدام المغربة وغبالك ويكسب بنته وبتاع لازم يدخل الجزائر في الموضوع يقولك لا ده الجزائر هي اللي بتقوله يقول كده ده هو لو قال غير كده يضطرد من الجزائر انا بكلمك من القاهرة بالمناسبة ولو عايز تعرف عنواني تعالى بس انت مش هتيجي وانت لو عايز تكتب لي عنوانك فيه الرسائل انا ممكن اجيلك وما تخافش انا ما مضربش واحدة ست انا والله ما اضربك انما شغل الرتح وراء الشاشة والكلام ده كله اتمنى ان انت ما ترفض الشاني وتسكت عايز تتواصل معي تعالى تواصل معي راجل للراجل واوعيدك اوعيدك والله العظيم ما هلمسك بس وجه الكلام في وش ما تبقاش عمل زي المرة وطول تتكلم وراء الشاشة ومش عارف ايه علشان تجمع شوية لايكات وكنت كل همك ايه ان انت عايز الفيديو ده كله يلف يا اخي اله يلف حواليك بدل الكلمة التانية يلف العالم كله ويلف الوطن كله ويلفهم بتاعك خلينا في موضوعنا الناس المغربة دخلوا وكلموني قالوا لي علي عايزيني فهمك حاجة ولازم تفهمها ان لو ريال مدريد هيلعب قصاد الوداد المغربي والرجاء المغربي هنشجع ريال مدريد ان كمان في ربطة قوية جدا لريال مدريد داخل المغرب ان كمان قرب المسافة ما بين اسبانيا والمغرب خلت ان الاسباني اشتروا تذاكر كتير علشان يحضروا المباراة وفيه كمان رد رابع يا اخي احنا حرين نشجع اللي احنا عايزينه وما نشجعش اللي احنا عايزينه انت تفرض علينا ان احنا نشجعكو انا ما عنديش اي مشكلة التشجيع لا هو حكر ولا هو فرض ولا هو اي حاجة وانا بتكلم مثلا اذا كان فيه خمسين الف مشجع فيه الاستاذ ففيه ملايين من المغربة يشجعونا خلف شاشة التلفزيون ما فيش اي مشكلة زي احنا برضو اعلامنا المصر لما شجعنا المغرب في كاس العالم وكل الناس شجعت المغرب امام البرتغال والمغرب امام اسبانيا وبالمناسبة انا مش ده عشان الناس العمالة تقول انت روحت بتشجع فرنسا وروحت الاستاذ انا ما روحتش قطر وكنت بتفرج على كاس العالم في بيتنا والمغربة داخليني يشتموني ولول انت كنت بتشجع فرنسا ده راجل اسمه محمد عدنان ممكن يكون فيه شبه بنا ولكن دي مش مقصودة اطلع للخلق اسأله ربنا خلقنا كده ممكن اكون فيه شبه مني بس مفيش يعني حاجة بالصدفة يعني ولكن انا لما شفت بقى الجمهور معظمه من ريال مدريد اتفاجئت ولكن ما طلعتش غلط في الجمهور المغربي ولا شتمت ولا قليت ولا عمري هعمل حاجة زي كده ولكن الراجل ده بيحاول انه يكسب بونط على قفاية ويكسب بونط على قفا الجزائر طب انا عايز افهم حاجة انا الوقت لما اتكلمت في الفيديو انا جبت سيرة الجزائر يا جماعة طيب هولا عنوان الفيديو انا جبت فيه حتى سيرة المغرب علشان محركات البحث وعبالك والفيسبوك يبعت الفيديو للمغربة وبتاعه طب انت اسأل نفسك ليه هو دايما بيحط اسم الجزائر ويحط اسم المغرب علشان يجيب الشعبين وده يشتم ده وده يعمل ده وبتاعه بالرغم ان في كاس العالم في كاس العالم السبع مباريات اللي العبع المنتخب المغربي وانزل للفيديوهات هتلاقي كومنتات كتير انا بكتب كده اللي هيفكر يفسد الفرحة بتاعة المغربة انا هعمله بلوك الناس كابت تزعل مني والناس كابت تخش تشتمني وبتاعه كنت دايما اقول لكم افرح افرحه انت بتعمله انجاز وتاريخ ما فيش حد عمله في الوطن العربي ولا في الكرة الافريقية ولكن ان هو يخش ويحاول ان هو يستدرك المغربة والجزائريين ويصير الفتن ومش عارف ايه يوما ما المياه هترجع للمجاريها والشعب المغربي هيتصالح مع الشعب الجزائري وهيطلع هو في الاخر شخص مكروه جدا والايام بنا وهي اللي هتثبت